الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبت لكم النهاردة أقراص رائعة جدا وهي رخيصة السمن يعني تقريبا الأرس مشوائف يا أخوانا بخمسين إرش وهي للتخصيص أقراص التفاح للتخصيص خليك مع الطبيعة اسمها أب الليط وتخيلوا سعر العلبة كامل 11 جنيه يعني السعر بسيط جدا وهي من إنتاج مصري من شركات مصرية معتمدة وهي متوفرة في كل الصيدليات ودي شكل العلبة اللي ظاهر قدامكم ما تنسوناش الأول بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا تابعونا عشان أعرض لكم التفاصيل أب الليط أقراص للتخصيص أب الليط أقراص ويعمل كمكمل غزاء وذلك في حالة عمل تخصيص أو ضبط الوزن كما يعمل هذا العقار على تخفيف الشهية أثناء عمل التخصيص وفيه نفس الوقت يعطي الجسم كل المكملات الغزائية المكملة له حتى لا يفقد الجسم حيويته وعدم فقدان النشاط الخاص به هو مستخلص من سمارة طفاح الناضج والمنطقي من الغابة السوداء الذي يعطي طاقة قوية للجسم فلا يساعد هذا العقار على كبح الشهية ويقوم بتقليلها بنسبة 50% يستخدم هذا العقار في حالة ضبط الوزن لجعله مثالي مع عدم فقدان أي عناصر من عناصر القوة في الجسم حتى لا يفقد الجسم توازنه في أي وقت من الأوقات إذا كنت تقوم بنظام تخصيص غزاء يجب أن تقوم باستخدام عقار أب الليط ليعطيك الفتمينات والمعادن التي يحتاجها جسمك إذا كانت شهيتك مفتوحة دائما يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار لتقليل من الطعام ولكن بشكل صحي يستخدم هذا العقار في حالة إذا كنت تريد فقدان الوزن بشكل مثالي وبطريقة نظامية ومحدودة إذا كنت تعاني من السمنة فإن هذا العقار هو المناسب لك في تخفيض الوزن بطريقة ملحوظة لكل عقار طريقة استخدام جرعة محدودة يحددها لك الطبيب بعد إجراء التحليل اللازمة وبعد أن يعرف الطبيب ما الأدوية الأخرى التي يقوم باستخدامها مع هذا العقار حتى لا يتسبب لك أي أثار جانبية وحدوث نتائج عكسية والجرعة المناسبة هي قرص أو قرصين قبل أكل بنصف ساعة وتكرير ثلاث مرات في اليوم ومن الممكن أن تقوم بمضغوها أو بلعها لكل عقار بعض الأثار التي تقف عائق أمام من يريد استخدامها ولذلك يجب قبل تناول أي عقار عليك قراءة الأثار الجانبية له وأفضل من ذلك يجب أن تستشير الطبيب جيدا ومن أكثر الأثار الجانبية حدوثا وشيوعا فور الاستخدام إذا كنت تستخدم جرعة مناسبة لا تزيد ولا تنقص فلا يوجد بذلك ضرر جانبي أو أثار أخرى من الممكن أن يحدث دور ودوخة في حالة استخدامك الخاطئ للعقار من الممكن أن يحدث في بعض الأوقات غصيان والشعور بفقدان الطاقة نتيجة عدم غزائك جيدا في بعض الأوقات يشعر من يستخدم هذا العقار بالصداع المزمن لكل عقار موانع استخدام لا يجب أن يستخدمه أي شخص إلا بعد استشارة الطبيب أولا ويوجد بعض الاحتياطات التي يجب أن تأخذها حتى لا يحدث نتيجة عكسية لهذا العقار مما يؤثر على صحتك وعلى بدانك ومن أهم المواقع الخاصة بالاستخدام لهذا العقار لا يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار في حالة الأطفال من سن 12 سنة حتى لا يسبب خطر على حياتهم يعني الليل من 12 سنة ما ياخدوش إذا كنت حامل لا يجب أن تستخدمي هذا العقار حتى لا يؤثر على الجنين بالسلب أما إذا كنت ترضعين طفلك لا يجب أن تستخدميه لأنه يختلط مع اللبن ويسبب أضرار صحية لطفلك يجب أن يحذر هذا العقار في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة يعني ما يزيدش عن 30 درجة تخزينه إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة لا يجب أن تستخدمي هذا العقار إلا بعد استشارة الطبيب لا يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار إذا كنت تعاني من الحساسية من أي مكون مكونات العقار لا يجب أن يتناول الأطفال إلا بعد استشارة الطبيب لكي يعطيهم الجرعة المناسبة لهم يتوفر دواءه بالليط أقراص في الأسواق المصرية بسعر 11 جنيه للعلبة كاملة يابلاش يا أخوانا يابلاش بالصراحة فيه برضو شيء أخضر للتخسيس بس العلبة دي غالية يعني شوفوا التاني ب11 جنيه العلبة دي بو 525 جنيه بس أمريكية أقول لكم برضو شوية عنها برضو يعني إياك بس تفضلوا معايا على الفيديو الوقت دي اسم الحبوب ده هياني هو مكتوب على العلبة هو أنا دي العلبة بتاعته المستورد وفي منه برضو مصر بنفس الاسم ب16 جنيه جرايين دي بـ 525 جنيه أمريكية الصنع دي 30 كبسولة المصرية 20 كبسولة الشريط 10 ب16 جنيه يعني العلبة 20 كبسولة ب32 جنيه بس الأقراص ده هياني الحباية الوحدة في الأمريكاني بيعاجي 144 شاي كبية شاي هم كتبين كده في النشرة بتاعتها يعني إنما المصري بتعادل 3 كبية شاي برضو كتبين في النشرة كده ونشوف النشرة عاملة إزاي برضو حبوب جرايين تي فيت أشهر العققير والمستحضرات المستخدمة لعلاج السمنة وخسارة الوزن هذه أقراص أمريكية الصنع مسموعة من مواد طبيعية بالكامل وهي عبارة عن أقراص سريعة الامتصاص والمفعول يسعدنا أن نقدم لكم الآن من خلال هذه المقالة كل ما تريد ما عرفته حول حبوب الشاي الأخضر فإن برن للتخلص من الوزن الزائد ومكافحة السمنة نستعرض معكم فوائد وأضرار هذه الحبوب ونتمنى أن يكون الموضوع مفيد لكم تعمل أقراص الشاي الأخضر على خسارة الوزن ومكافحة السمنة تزيد من معدل حرق الداخلي للجسم مما يعمل على خسارة كمية كبيرة من الدهون المضطراكمة في الجسم تساعد على كبح الشهية والتقليل من الشعور بالجوع تحتوي على فتمينات مهمة وضرورية تحافظ على نظارة البشرة والشعر والأظافر كابسولة واحدة من حبوب الشاي الأخضر جريين تعادل في مفعولها 144 كوب شاي أخضر يعني هشوفوا بها الشركة بتقوله الكابسولة الوحدة بتعادل 144 كوب باية يعني ما شاء الله بصراحة مستحضرات جريين تي برين طبيع وفعال 100% يساعد على خسارة الوزن الزائد ومكافحة السمنة بشكل طبيعي وسريع وسهل حيث يحتوي المستحضر على خليط من أجود أنواع الشاي الأخضر والأعشاب التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون بصورة طبيعية وبطريقة أمنة تماما دون أي أضرار على صحة الجسم كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتنشيط الزاكرة وليس له أثار جانبية فوايج جريين تي فيت برين تقلل نسبة السكر في الدم تقليل ارتفاع ضغط الدم يحتوي المستحضر على مضدات تعمل على إزالة الريديكوليون الحر في الجسم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبالسقطة القلبية والجلطات يقلل مستوى الكوليسترول في الدم يمنع ترقيق العظام يقلل من ألام التهاب المفاصل ويعالج الروماتيزم يساعد على حفظ توازن السوائل في الجسم تعمل أقراص جريين تي على التقليل من الشعور بالتعب والإرهاق والضعف العام يعزز عمل جهاز المناعة الجرعة اليومية يتناول قرصين يوميا من أقراص جريين تري برين قبل الإفطار وقبل الغداء بنصف ساعة يوميا سعر العبوة الشاي الأخضر برين تحتوي على 30 كبسولة متوفرة في الصيدليات 525 جنيه وده يا أخواننا المصر هو أبو 16 جنيه هو بنفس الاسم برضو اسمه جريين تي برضو ده ب16 جنيه الشريط فيها شرطين تقريبا ب32 جنيه وهو برضو نفس القصصة برضو يعني هو خلاصة الشاي الأخضر بس دها الكباية بتحتوي على جيبهولكو برضو هواني القرص بيحتوي كإنك يشرب 3 كبايات شاي التاني بيقوله 144 كباية على كلامهم أنا ولا جربت ده ولا ده يعني أنا الحمد لله مش تخين يعني الناسبة اللي هي عندها اتجرب وطبعا المصري أيصر عشان سعره رخص جدا ممكن واحد يجيب شريط ب16 جنيه ويجرب بس والأفضل زي ما احنا ما قولنا استشير الطبيب احنا ما احناش مسؤولين لو اي حد حصل له اي حاجة القناة بتعلم معلومة دوائية فقط استشير الطبيب قبل استخدام اي شيء ما تنسو نشبع بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام